العديد من الناس الذين يتعرضون للإحباطات بسبب ظروف الحياة المختلفة يتخلون عن طموحاتهم وعن أهدافهم والقلة منهم من يصل إلى تحقيق هدفه لو من الممكن أن تحدثنا عن هذا أستاذ هو طبعا طبيعي جدا أن لا يتوقع الإنسان بأن الطريق إلى الهدف والطريق إلى النجاح هو طريق مفروش بالورود وهو طريق ميسر وإلا ما كان للهدف قيمة أصلا هو الذي يعطي للهدف قيمة هو التحديات التي تواجهنا خلال سعينا في الوصول إلى هذا الهدف ولكن حقيقة نحتاج إلى تركيبة داخلية مميزة في البداية يعني يجب الإنسان أن يركز على نفسه بأن يكون الإنسان من الداخل إلى الخارج وهنا أذكر بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني حقيقة أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم متكامل يصف هذا الشأن بصورة كاملة أن يركز الإنسان على ما ينفعه وإذا حدث شيء ما يجب أن يتحلى بالرضى والقبول لأن تقدمت إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادته فأكيد بكل ثقة وبحسن الظن في الله سبحانه وتعالى عندما تتقدم إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادتنا نلقاها بالقبول والرضى يعني الواجب على الإنسان في هذه الحياة وإذا ما تعرضنا للتحديات التي نواجهها بشكل كبير سوف نصاب بالإحباط واليأس والفشل ولكن الإنسان في هذه الحياة وظيفته الأساسية أن يأخذ بالأسباب نعم